يا صباح الخير صباح الوالد والفل والياسمين ومساء الوالد بأي وقت عم بتشاهدوا الفيديو بتاعد أوقاتكم بذكر الله والصلاة على رسول الله اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين يوم جديد وفيديو جديد وإن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وإنتم بتشاهدوا فيديو اليوم يوم حبيت شارك معكم فيديو كتير حلو بإذن الله رح تنبستوا فيه متل ما شايفين ما شاء الله صورت لكم من الليل كتقاعدة عم ساوي فنجان قهوة سبحان الله كانت الدنيا عتم الله ما صلي عن نبي فجأة ما شفت غير هيك إنه حسيت برا في ضو قالت إنه شو هذا الضو اللي طالع ما كان فيه لا تلج ولا إي شي سبحان الله فتحت الشباك واللقيت ما شاء الله السماء كلها ياطا بيضا والأرض الله ما صلي عن نبي متل ما شفتو بالأول الشي ساعة عشر بالليل هو كان فيه إنه ندف تلج بس ما كتير عم بيعلق شفتو صورت لكم الفيديو القبل ما متل هلأ ما شاء الله ولا كبس يخز العين ما شاء الله وكان كبس تلج كلياته ما شاء الله وصارت هيك كل الدنيا بيضا شايفين ما شاء الله والأحلى إنه تاني يوم نحن عندي أنا لتسنيم موصلة على النادي والنادي بعيد شوي يعني بدا نمشي تقريبا نربع ساعة يا حرام كتير كتير زعلت علي لأني أنا أخدي معي البسكليت بحطه صوري تالع البسكليت ومنجر البسكليت لا النادي شايفين المعاناة وتسنيم يا حرام تنمشي وهو الأحلى إنه أنا عندي مزلاج بس نسياني إنه عني إياه إنه كنت أخدتهم حطيتهم وأنا هيك أجريتهم أريح كانت هي حرام ما تعبت وشايفين كتير كتير ما شاء الله يعني التلج خلاص صار برد يعني كتير الله مصلي عن نبي فالحمد لرب العالمين مشت عخير وشايفين ما شاء الله صارت الدنيا كلها طبيضة الله مصلي عن نبي أنا رحت وصلت تسنيم بعدين وصلت ريطال على الروضة كمان وبعدين رجعت على البيت قلت بدي هيك بقى بلش شغل طبعا أنا معي كان بس ساعة تقريبا ساعة ساعة وربع وصلت ريطال على الثمانة ونص هي ودية كمان يعني بعد تسنيم أول شي بوصل التسنيم بعدين ريطال لأنه ريطال قصة مع وقت إنه قيمت ما راحت ما مشكلة مع مقلة تسعة إلا ربع فهلأ كونه صارت مثلا بديانة جديد بالروضة فقالولي وكانت عم تبكي كتير أول يوم ضلت بس لساعة 11 ثاني يوم بعتولي من الساعة 10 أنه بدك تيجي تاخدية لأنه كتير كتير عم تبكي وكتير زعلانة فهن ما تحملوا يشوفوا زعلانة كل هالآد فقالولي تعي خدية طبعا بلشنا أسبوع جديد فقالولي أنه هلأ كل يوم أنه كل يوم بتدوم فيه رح يزودوا لنص ساعة مثلا هادا اليوم اللي أنا هلأ مصورت لكم فيه وديتها بالثمانة ونص قالولي ساعة عشرة بين العشرة وعشرة وربع تعالي خدية وكل يوم منزود لربع ساعة أو نص ساعة حسب ما يشوفوا كيف إنه هي ساكتة هديانة ما عم تبكي إنه مبسوطة معا فجأة داوم من ثمانة ونص لطنعش ونص إنه دوام هيك بتحس علي كتير وإنه هي متعودة علي فكتير حبيت يعني أنا كمان الفكرة وهن كتير كتير متعاونين هن أنساتك كانوا لتسنيم وكتير حبابين والحمد لرب العالمين عن جد الإنسان بشكر رب العالمين إنه بعت لي هيك أنسات يعني الواحد إنه المهم يتفاهموا مثلا أحيانا الواحد أنا بسمع هون إنه فيه روضات مثلا فيه كتير أنسات ما كتير بتتقبل أو ما كتير متعاونين طبعا بسمع أنا ما شفت يعني طبعا بعيني ولا تعاملت بس الحمد لرب العالمين أنسات تسنيم كتير كتير ممتازين حتى أنسات محمود الحمد للإنسان يعني ما كل شي بيسمعوا صاح بقى أنا هيك بسمعيني من بعض مثلا ناس إنه أنسات وبيخافوا من الروضة بس لأ الحمد لرب العالمين أنا حطيتها وكتير مبسوطة من شانة وخصوص إنه متتعلم تدخل على المدرسة إنه متعلمة وجاهزة هون أنا رجعت فورا نقلت لبلش شغل إنه خلص فوق غرف النوم هيك كالناس هلا أنا إنه خلص صرت أقول إنه بصير بكنس بوقت ما بتكون ريتال هون بصير أسهل علي وهيك وما بخاف علي من الدرج وهيك فقلت لخلص كل اللي إنه كناسة رتبت كل الدنيا رتبت تخوت وجهزت من شان إنه بلش تكنيس قلوب يعني بخلص بهذا الوقت إنه شو ما خلصت أفضل ما إنه ضل هيك قاعدة طبعا ما شربت قهوة ولي ساويت شيء بعدين بشرب فنجان قهوة بس تجي ريتال هون متل ما شايفين عم صور لكم غيرنا شوي بديكور محمود جبنا له هاي الخزانة جديدة من شان التياب شنا الخزانات هذوك اللي كانوا موجودين حتى نال له هاي الخزانة والمكتب إنه طاولة صغيرة من شان يحط على الكمبيوتر لأنه هلا عنده وظائف بيعملون على الكمبيوتر جهزت وجبة الغسيل بس قلت ما بدي حطها لحتى الرجاع برجاع بحطها ما بحب أنا شغل الغسالة وإني أنا ما كون بالبيت ما بحب سبحان الله أنتو كيف كتبوا لي بالتعليقات وبعدين خلصت هوت الدنيا سكرت لشبابيك وقلت من شان بقى تقريبا كانت صارت ساعة عشرة من شان روح جيبها لريتا كمان على البسكليت بش وصار فينو الصبح كنت ازحطت جوزي قال لي روحي يمشي ما تروحي على البسكليت رح تزحطي طبعا ما قلت له أنه ازحطت ومشي الحال يعني لأ اجي على البيت حكيت له يعني بسعة آخر لحظة هديت ببسكليت لأنه كتير هلا الطرقات عم بتزلج لحت هلا يعني عم بتزحط لحت هلا السمادة بتتلج صح ما بقى عم بتتلج بس سبحان الله ما داب لأنه كتير كان اسمي وسلمعي لهون بتمنى انكن ما تنسوني من اللايك وتعليق حلو متلكون الله يسعدكن يا رب وبتشكركن على كلامكن الحلو بآخر فيديو الله يسعدكن يا رب يسعد قلبكم ويشبر خاطركن يا رب العالم اذا حابين تساعدوني وتنتشر القناة اكتر انكن تشاركوا الفيديو على مواقع التواصل اذا عنكن مثلا واتس اوب بتحطوه عنكن على الحالة اذا بتحبوا انكن تساعدوني وتنتشر القناة اكتر وتكبر او مثلا تبعتو لأصدقائكم للفيديوهات او للقناة يحبوا يدخلوا على الفيديوهات ويستفادوا على الفيسبوك اي شي انتو بتحبو انكن تساعدوني فيه الله يسعدكن يا رب انشان تكبر القناة اكتر واكتر بازن الله مع دعم اليوتيوب فقالولي طبعا انه انا ما اخدت منهم لاحق ولا باطل ما استفدت ابدا ابدا شي من كلامهم لانهم اخدوا لي مقطع شورتز انه على مشاهدات كتير انه عملي على اساسه بس للاسف انا اذا بدي عمل على اساسه بدي غير المحتوى كله فانا ماني حابة بقى اغير المحتوى لانه شفتوا انا عملت قناة للولاد وخلص عم بنشر عليها رحض لكم كمان الرابط بازن الله بتعليق مسبت اذا تحبوا كمان تدعمونا وتشاركونا هناك اراءكم وتعطونا افكار اذا حبيتوا وحبيتوا المحتوى خلص انا رح تابع بازن الله هيك روتينات وشو بقدر صور بازن الله وشارك معكم بازن رب العالمين انا دعم منكن اكتر وتشاركوا القناة مع اصدقائكم واحبابكم اذا كنتوا جداد على القناة واول مرة بتشوفوني بتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ليوسلكون كل جديد بازن الله ونصير خبركم شو عم اعمل يوم عم باعمل مكسيكانو شفتوا ما شاء الله انا ام اطع الفروج ومجهزتوا طبعا رحط لكم كل شي حتيت بهارات على الشاشة اطعتوا وحتيت فوقهم لبهارات مع صوس الصوية وتركتوا هيك نقعتهم تقريبا شي ساعة طبعا انا ليش حطتهم جات البيركس لاني بدي حطهم بالفرن هلا هنا بالعادة بشوفهم يعني كتير وحتى انا كتساوية على الغاز بس انا حبة اني بالفرن بحس الجاجة بيستوي اكتر قبلتهم وبهارتهم هيك عبكير يعني ومتل ما شايفين بعدين قطعت خضار وعم بقلزهم هيك قبل ما تجي تسليم من المدرسة طبعا انكت جاي بيريطال وفطرنا وقعدنا وخلصنا يعني وقلت بساوي الفروج وبجهزهم قبل ما يجوا الولاد من المدرسة وحتيت فليفلة حمر وفليفلة خضرة بصل طبعا اذا عندكم فليفلة اورانجية فينكم تحطوا يعني الانواع الفليفلة ليه عندكم حتيت فطر وطبعا فينكم تحطوا بنادورة انا ما حتيت وحمستهم بالزيت وحتيت لهم كمان بهارات بس شي بسيط كتير هون انا وعم بشتغل قلت لساوي بقى فنجان قهوة صار الفروجة تنقع تقريبا شي ساعة ونصف حتيت وبعدين شغلته وعملت لنجان قهوة قلت لقعد هيك قبال هتا لجات اشرب انا اوريتال القهوة وهيك نتسلى شوي انه اليوم ما شربنا قهوة قالت بشربها هيك بعض الظهر لبين ما رحيت جيب التسنيم بعدين رحيت جيب التسنيم من المدرسة وتركت الفروج بالفرن طبعا تقولولي انه تارك الفرن شغال كان جازي ايجا من الشغل فحطيت الفروج ورحت جيبناها وقولوا شفتوا المدرسة قريبة ايه والله وبعدين هيك هو السواء اللي تبدي يساويه انا بهذا الشكل هلأ بالعادة المكسيكانو او الدجاج المكسيكي بيعملوا احيانا قدامو رز ممكن ينعمل بالسمون ممكن ينعمل صندويش حسب انتو كيف بتحبوه بس انا عملته بهاي الطريقة انا بالعادة احيانا بساوي على رز وبدخن مثلا الرز وبعمل بس هاي وشفت كمان كتير طرق بيعملوه على مرأة بسبب كل واحد كيف بيحب انو يساوي ويشكله فانا حبيت انو هالمرة بهذا الشكل اعمل الخبز وحط بعدين الخضار وحط فوق الفروج وناكلو يعني بالخبز لا بسمون ولا انو مع رز كتبوا لي انتو بالتعليقات كيف بتحبو تساوي للمكسيكانو او للدجاج المكسيكي اتنين اعطون نفس الاسم وبينتهو يعني نفس شي فروج وخضار ولا بتحبو يعني معو رز كتبوا لي بالتعليق فينكن اسا تحطوا درع واي خضار مثلا انتو بتحبوها بس انا فضلت انو بس هيك فطر مع فليفلة وبصل هون كعن الدجاج جاهز انتو طبعا ازا بكنتو عملوه مع رز فينكن تكترو المرأة تبعيتو وتكترو زيت وصوص صوية اه طبعا انا الصوص الصوية حطيت اول شي متل ما شفته تقريبا ثلاث معالي وبعدين بعد ما تقريبا نروج يستوي اسا حطيت للفروج كتير طيب وكتير طعم وشهي ما شاء الله عن جد اكل كتير كتير طيبة وكمان يعني خرج بكرة رمضان الله يعيدوا علينا وعليكم يا رب الصحة والسلامة خبروني كيف استعداداتكم رمضان ان شاء الله ببقى مطول بازن الله وهيك كمان نعمل فلوغات وفيديوهات رمضان ان شاء الله الله يعيدوا علينا وعليكم يا رب العالمين عن هون صار جاهز انا كمان فرمت خس وحطيت له هذا الصوص طبع السلطات وانا عملت شوربة فطر بس صراحة ما شاركتها معكن لانه كتير منزلتها على القناة تقريبا مرتين او اكتر ما بتذكر ان شاء الله رح حط لكم الرابط بالوصف للي بيحب بيشوف كيف طريقة شوربة الفطر كتير طيبة شوربة الفطر مع وصفات الدجاج ايام الباردة كتير الشوربات طيبة انا كتير عم حب اني ساوي كل يوم شوربة وبكرا ان شاء الله على رمضان كمان كل يوم نعمل شوربات كتبولي شو بتفضلوا شوربات بالتعليقات هيك اليوم كان فيديو اليوم وهيك كانت مشاركتي معكن ان شاء الله تكونوا عجبتكن ان شاء الله تكونوا استفدتوا كتبولي اراءكم بالتعليقات وما تنسوني من اللايكات وبتمنى اللي عم بيشاهد الفيديو يحط لايك والله ما رح تخسروا شي اللايك كتير بيرفع الفيديو اذا حابيني كمان تساعدوني اللي عم بيشاهد الفيديو وما يحط لايك بتمنى انكم تحطوا اللايك من شان يرتفع الفيديو ويوصل لاكبر عدد ممكن وان شاء الله منلتقى بفيديو جديد وانتوا وانا بافضل حال يا رب العالمين وان شاء الله تكون عجبتكن اليوم الوصفة ومنشوفكن بخير بازن الله وسلام